موسيقى ففي قمم جبال اللوز بمحافظة تبوك شمال المملكة العربية السعودية كانت على موعد مع موجة قطبية قبل أيام أتت كضيف يزور تبوك في كل عام فتكتسي بعدها جبال وسفوح اللوز بلون الثلج الأبيض إلا أن بعض المركبات كانت أمام فرصة خطيرة للتزلج فوق سطح السقياء فظروف الطقس الباردة في تبوك خلال فصل الشتاء أصبحت أحد عوامل الجذب السياحي لدى الكثير من السياح والزوار ومن جبال اللوز إلى دولة الكويت حيث شهدت عدة مدن تساقط كميات كبيرة من بلورات البرد المشهد الذي تفاعل معه عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي لتوثيق مشهد نادر الحدوث ومن الكويت إلى مرتفعات مدينة إفران المغربية حيث شهدت المدينة تساقطا للثلوج تواصل عدة أيام حتى غطت الثلوج ملامح الحجر وأخفت لون أوراق الشجر مشهد يخطف الأنظار ويكذب عشاق التصوير ويستوقف من يريد أن يحتفظ بمشهد لسجل الذكريات أما في مدينة البتراء الأردنية هطلت أمطار غزيرة أدت إلى سيول جارفة هددت بعض معالم الموقع الأثري الذي يمتد تاريخه لآلاف السنين فأجلت السلطات الأردنية مئات السائحين الأجانب من المدينة التاريخية كان في تساقط كبير في منطقة الجنوبية خاصة على مسؤول المملكة بشكل عام منطقة الجنوبية بشكل خاص مدينة العقبة ومنطقة محيطها تأثرت بنفس العوامل الجوية التساقط وصل في بعض المنطقة 22 ملي متر وهذه سابقة في موسم واحد أو خلال مطر واحد سابقة 22 ملي متر وبعض المنطقة وصلت إلى 25 ملي متر وهذه بالتأكيد عززت من التجمعات المائية الموجودة في السدود المعمولة ومن تأثير الثلوج والأمطار الغزيرة إلى نجاح تجربة السدود في منطقة الأهوار جنوب العراق التي وفرت كميات كبيرة من المياه العذبة التي أسهمت في استصلاح وزراعة مئات الأفدنة لتتحول تربة الصحراء إلى رقعة خضراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر